لا تنام معه في نفس الغرفة بالبيت الأبيض وستطلب منه الطلاق ميلانيا توجهت ضربة القاضية لترامب بعد هزيمته تابعوا معنا التفاصيل ولا تنسوا إبداء رأيكم ودعمنا عبر الضغط على زر الاشتراك ولايك للفيديو يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لن تقف خسارته فقط على الخروج من البيت الأبيض والمنصب الذي استمر فيه أربعة سنوات بعد هزيمته في انتخابات الرئاسة وفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بل إنه سيخسر كذلك زوجته ميلانيا وفقا لما نشرته صحيفة الديلميل البريطانية نقلا عن زميلة سابقة لميلانيا أن زواج ميلانيا من ترامب الذي دام 15 عاما قد انتهى وأضافت تعد ميلانيا كل دقيقة حتى يخرج زوجها من منصبه لكي تحصل على الطلق وتابعت نيومان إذا حاولت ميلانيا التخلص من الإزلال المطلق وغادرت أثناء تولي زوجها منصب الرئاسة فسيكون مصيرها لعقاب وذكرت الصحيفة البريطانية أن ميلانيا ترامب ظلت مقيمة في مدينة نيويورك لمدة خمسة أشهر ولم تنتقل للإقامة مع زوجها في العاصمة واشنطن قبل فوز زوجها بالرئاسة عام 2016 بمزاعم منها أن نجلهما بارون في حاجة إلى إنهاء دراسته هناك ونقلت الصحيفة عن إحدى صديقات ميلانيا ترامب أنها بكت عن إعلان فوزه قبل أربعة سنوات وذلك لأنها لم تكن تتوقع منه أبداً أن يفوز بحسب قولها كما زعمت المساعدة السابقة لميلانيا ترامب ستيفاني والكوف أنها حصلت على اتفاقية ما بعد الزواج لمنح نجلها بارون حصة متساوية من ثروة ترامب ودعت والكوف أيضاً أن ميلانيا ترامب وزوجها ينامان في غرف نوم منفصلة داخل البيت الأبيض بحسب وصفها وقالت الصحيفة أنه على الرغم من علاقتهما الباردة فإن ميلانيا ترامب تقول أنها تتمتع بعلاقة رائعة مع زوجها وهو من ناحية لا يجادل بشأن هذا إطلاقاً ونقلت الدين ميل عن المحامية كريستينا برايفت إنه من المرجح أن ميلانيا ترامب وفقت على اتفاقية التزام الصمت التي تنص على عدم نشر أي كتب أو إجراء أي مقابلات تنتقد زوجها بعد انفصالها عنه وهي نفس الاتفاقية التي أبرمها ترامب مع زوجته الثانية مارلا ميبلز وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن السبت فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية وقال إنه يتشرف بأنه اختار الأمريكيون لقيادة البلاد في المقابل رفض دونالد ترامب الإقرار بهزيمته في انتخابات الرئاسة قائلاً الانتخابات لم تنتهي بعد وغادر ترامب البيت الأبيض باتجاه نادي الجولف في فرجينيا والتقطت عدسات المصورين لقطات له وهو يمارس اللعبة في وقت بدأ فيه أنصار بايدن الاحتفالات بالفوز في الشوارع اشتركوا في القناة